اسم الله تعالى النصير و قد جاء ذكر هذا الاسم في كتاب الله تعالى في مواضع عديدة قال الله تعالى وَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ و قالوا اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير قال جل وعلا والله أعلموا بأعدائكم و كفى بالله وليا و كفى بالله نصيرا و قال تعالى في خطابه في خبره عن رسله و توجه العدوات لهم قال سبحانه و بحمد و كفى بربك هاديا و نصيرا و قال تعالى بَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ فجاء هذا الاسم على هذا الوزن نصير في أكثر الموارد و جاء في صيغة التفضيل خير الناصرين و كل ذلك يثبت لله عز و جل هذا الوصف العظيم و هو أنه جل وعلا نصير الناصر سبحانه و بحمده و جاء في السنة النبوية توسل النبي صلى الله عليه و سلم لله بهذا الوصف فقال فيما جاء في المسند و بعض السنة من حديث أنس في دعائه إذا غزى كان يقول صلى الله عليه و سلم اللهم أنت عضدي و نصيري بك أصول و بك أحول و بك أقاتل و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية عندما جرى ما جرى من مصالحة المشركين و مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه و سلم قال النبي لعمر يا عمر إني رسول الله و لست أعصيه و هو ناصري هذا خبر من النبي صلى الله عليه و سلم عن هذا الوصف لله عز و جل و أنه ناصر رسوله صلى الله عليه و سلم